أهلا بكم في عدد سهرة اليوم من ساعة الاقتصادية لهذا الثلاثاء عدد سهرة اليوم مخصص للعودة إلى ملف السيارات في الجزائر وكذلك الحديث عن صالون دولي للأشغال العمومية وهذا في الشطر الثاني من الساعة مشاهدنا ملف السيارات يحظى بمتابعة شعبية واسعة خاصة بعد دخول سيارات فيات المستوردة إلى السوق الجزائري أيضا سيارات شيري تدخل إلى خطر منافسة بالجزائر وأيضا سيارات جيلي وكذلك أوبل أيضا تدخل إلى السوق الجزائري بانتظار تصنيع أولى سيارات فيات الجزائرية هنا بالجزائر نهاية 2023 حسب تصريحات وزير الصناعة والإنتاج سيد لاني سيد علي عون إذن أسئلة مشاهدين عديدة تدور حول هذا الموضوع وأسعد بإصدافة السيد مقداد عقون المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج سيد لاني ورئيس الأمانة العامة تقنية لمتابعة المركبات أهلا بكم سيدي أهلا بكم سيدتي وشكرا على هذه الاستدافة شكرا أيضا على تربية الدعوة إذن مشاهدين الكرام لإحاطتكم أكثر بالموضوع وحول عديد النقاط وسنتطرق إلى أولى النقاط وهي صناعة السيارات في الجزائر عبر الاستثمارات الأجنبية نتابع هذا التقرير لولاء بوربالا ثم نعود محاربة ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق الموازية وتوفير مركبات مطابقة للمعايير الدولية هو ما تسعى الجزائر إلى تحقيقه من خلال فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناعة السيارات بعد السيارات رأكم شوفتوا السوق الموازي للأسعار جنونية بخلق هذا الصناعة إن شاء الله سنقضي على كل هذه المشاكل ويوجد نقومة للأسعار السيارات ويوجد نقومة للأسعار والأجل إقامة صناعة وطنية في هذا المجال تشرط الجزائر على كل شريك في هذا القطاع تحقيق نسبة 30% من الإدماج على أن ترتفع كل سنة لتصل حتى نسبة 70% أنا ما نقدرش نجبر على منتج السيارات يعني رقم 40% أو 50% إذا ما عنديش نسيج صناعي ليوفر هذا لازم لوحدة تكون فيها عقلانية في هذا الشيء ولكن أقل من 30% إحنا ما نقبل ولتشجيع تصنيع السيارات في الجزائر تعمل شركة أوتوليدر كومباني على إنشاء مصنع في ولاية بورجبوري ريج بالشاركة مع علامة شيري الصينية برأس مال نسبته 35% صيني و 65% جزائري لإنتاج 24 ألف سيارة سنويا كمرحلة أولية في المرحلات الأولى سنقوم بإنتاج ربما نوعا أو نوعان من هذه السيارة وفي المرحلة الثانية نريد أن نصل لإنتاج 15 نوع ولدينا استراتيجية لإنتاج 100 ألف سيارة تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع صناعة السيارات هي استراتيجية الجزائر للتحكم في أسعار المركبة في السوق وفتح مناصب شغل دائمة ونعود وإياكم مشاهدين الكرام لفتح نقاش حول هذا الموضوع بداية سيد عقون قبل الحديث عن صناعة السيارات في الجزائر اليوم نرى مشهودات دولة لإشباع السوق الجزائري بسيارات من عديد المركات لو تحدثون عن ورقة طريقة المسطرة من طرفكم في هذا السياق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام سيدنا شرف المسالين سيدتي الفاضلة والسادة والسيدات المشاهدين القناة الاقتصادية شكرا على هذه السيطة مرة أخرى بداية أشهركم على هذه البداية القيمة لما جاء فيها الرابورتاج حيث قدمتم ما لا لابد أن يقدم وهي التصنيع وهو واقع الاقتصاد والتصنيع سيد الوزير بعد ساحة سيد الوزير الهدف الاستراتيجي للدولة الجزائرية هو التصنيع نعم ولهذا نحن اليوم نشجع الاستثمار الأجمع طبعا ما جاء فيه قانون الاستثمار لا بد من مشاريع استثمارية في التصنيع مباشرة وشعبة السيارات فهي ما هي إلا شعبة من الشعب التي قد تخلق طروة إذا ما تم احتضانها بشكل جيد قد تخلق طروة تخلق مراسم الشغل وكذا تخلق تساهم في زيادة ناتج الدخل الخام للدولة الجزائرية وبالتالي الرفاهية للمجتمع الجزائري قبل الخوف في هذه النقطة وجواب سؤالتك خطة الطريقة هي أولا لأن اليوم بعد ثلث سنوات من انقطاع الاستيراد بخص المركبات بشكل عام والسيارات بشكل خاص فخلق هناك ضغط وطلب على هذا النوع من السيارات والمركبات وبالتالي كان من فرض على الدولة أنها تلبي أولا ما يتطلبه السوق أي ما يريده المواطن الجزائري من مركبات وخصوصا من السيارات على هذا الأساس تم موافقة على قيام بعملية استيراد مباشرة قبل أن نخوض في مرحلة التصليع ولكن لابد على المتعاملين أن يخوضوا في هذا الاتجاه وهو التصليع هذا هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة للإستيراد أي أننا لا بد أن نستجيب مع السوق وشفتوا بأن الأسعار ارتفعت كثيرا لمختلف المركبات وعلى الأساس لا بد من القيام بتدفق كبير من المركبات والسيارات من أجل أن يكون السوق في رياحية كبيرة وهو طبعا الهدف تعنا انخفاض الأسعار بدرجة معتبرة والدليل على ذلك أن بداية انطلاق عملية التسويق عن طريق العلامات التي ذكرتها وهي شيري ثم غدا إن شاء الله أوبال وفي العيام القليلة القادمة جيلي وغيرها سوف تسهم في مواصلة انخفاض أسعار السيارات وهذا في صالح المواطن بالدرجة الأولى هذه هي خطة الطريق أننا نواصلوا الاستيراد في مرحلة معينة إلى أن ننطلق في عملية الصناع الجدية طيب على أي أساس تم اختيار مثلا هذه العلامات؟ اختيار؟ نعم شوفي المرسومين تنفيذيين 322-383 و22-384 يحددان بكل وضوح ما هي متطلبات السلطات العمومية في ذلك وهناك ناس مهتمين متعاملين اقتصاديين سواء كانوا في الاستيراد أو في التصليع قدموا طالبات كبيرة تتعدى المئة وقدموها للجنة عن طريق المنصة الرقمية من أجل القيام بالاستيراد وبالتالي فهم أحرار والسوق مفتوح كانوا استثمار يوضح ويضمن هذا الشيء وهما كان عندهم الإمكانيات المادية والبشرية من ناحية نقل التكنولوجيا والتكوين وعندهم الإمكانيات المالية ويحافظوا ويحترموا ما جاء في دفتر الشروط فمرحبا بيك أي مستثمر مدى في صالح العامة تلك المواطن طيب هذا أكيد أنه يعكس أنه المناخ العام للاستثمار في الجزائر اليوم يسمح باستثمار الأجنبي هنا في الجزائر وخاصة في تصنيع السيارات هي مشاريع ضخمة أيضا وهذا ما نتابعه عبر كل الدول الاقتصادية الكبرى الهدف الاستراتيجي للدولة هو الوصول إلى صناعة حقيقية دائمة تساهم في الانعاش الاقتصادي أيضا ما هي ورقة الطريق المسطرة من طرفكم في هذا الصدد الورقة الطريق قدمها السيد الوزير السيد علي عون منذ بداية هذه العملية في كل اللقاءات لديهم سواء اللقاءات الإعلامية على مستوى لكي يخرج للزيارات وكي يخرج لكي مدر في شئ المرارفات أو على مستوى اللقاءات لنستقبلوا منهم المتعاملين على مستوى الوزارة الهدف تعويش هو أولا يحب أن نحسمه كقطاع يعني يحب أن القطاع هنا يترجم السياسة المتعاملة من طرف الدولة وخصوصا الحكومة هو أن نوصل إلى التصنيع مرحلة الاستيراد ما هي إلى مرحلة مؤقتة وكوم عندنا المتعامل عنده خمس سنوات نعم في خلال خمس سنوات لابد أن يفكر وينطلق جدياً في الحصول على جدياً في التصنيع يعني إنشاء مصنع للتصنيع وطبعاً التصنيع بعد أن نذهب عليه لا يمشي معه كما ذكرت سيد الوزير من قبل في البربرتاج لابد من نسيج يعني المناولة لازم بس كباش إنسان يصنع لازم يكون عنده الإدماج الإدماج معناها ينتاج بعض تركيبات السيارة هنا محلين سينو ما يكونش الهدف وصلنا له إذا كان نصنع كلاما ما عندهش معنى لازمنا نصنعه ونحن نساهمه في الصناع في هذه الصناع نعم عن طريق كذلك يخد الطريق أن العدد الذي مديناه اعتمادات للسادة وسيدة الناس يعني متعاملين نحن نتمنى أنه يترجم في أقرب الأجال في خلال المدة المطلوبة وهي خمس سنوات على الأقل أنه ينتقل إلى صناعة حقيقية وكل واحد يبدأ يوجد رحول الآن لأنه ممكن ممكن الأمور هي صح قانونيين غير مطلوب الآن تنظيمين التنظيم لا يقول أو القانون لا يقول أنه المستورد ملزم يعني قانون أنه ولكن استراتيجيين نوعا ما ملزم نعم لأنه يجب أن يتمشع مع سياسة الدولة في هذا الشأن وبالتالي لابد أن ينتقعه في أقرب وقت في التصنيع وأنا أكد كما قال سيد وزير سنة 2024 إن شاء الله ستكون سياسة تصنيع بشكل عام وخصوصا في مجال المركبات والسيارات طيب سيد عقون يمكن القول أنه الجزائر اليوم تتجه لتصبح قطبا صناعيا في مجال المركبات في منطقة شمال إفريقيا وكذلك يعني إفريقيا ككل بما أن هذه المركبات ممكن أنها ستصدر بعد ذلك إلى أدول المجاورة أكيد الهدف الرئيسي في كل تصنيع في كل سياسة تصنيعية نحن بنسبة لنا أننا نغطي المطلوب من السوق الوطنية نعم لأننا ما دعنا نحن المواطن المواطن جزائري أنه يبدل سيارة كل ثلاث سنوات وعليش لازم كل عشر سنوات أو كل ثمان سنوات نعم إذا كي تكون هناك صناعة حقيقية وحقيقة من ناحية الجودة ومن ناحية السعر في متناول المواطن وعليش لازموه يبدل في خلال عشر سنوات معلش كي يبدل في كل ثلاث سنوات إذا كان هناك مركات كبيرة ومركات لأنه نحن ما نقولوش كالصناعة الجزائرية بمعنى جزائري يعني نقصده سبيسيال ألجيري نعم لازم تكون صناعة تعنا كما موجودة في العالم إذا كان أي مركة من المركات موجودة في أوروبا أو في أسيا لابد أن تكون نفس المركبة في الجزائر لأن المواطن الجزائر يجب أن يستغل هذه المركبة على أساس أنها مركبة حقيقة وليس قل فتلا فرضا أنها موجهة إلى الجزائر نعم لازم تكون مركبة مقبولة عالميا دات جودة عالمية وتسوق بطريقة مستغلة بطريقة علمية وطريقة اجتماعية مقبولة وليس قل سبيسيال ألجيري هدف تعناه المواطن أنه يغير في ثلث سنوات وبالتالي تكون عندنا قطب ويتكون عندنا نسيج للمركبات وهنا نحدد المركبات بكل أنواعها ليس فقط السيارات الصناعية أو المركبات السيارات النفعية الدراجات لأنه مطلب كنت شوفهم بعد لأعطيك الأرقاب فيما يخص المطلب الاجتماعي ما بين المركبات يعني ما بين السيارات السياحية والنفعية بقوسين والدراجات تقريب 60 أو 61% من الاعتماد اللي يقدم بمعنى أن المتعاملين رغم درسوا السوق وشافوا المتطلبات السوق الحالية تعتمد أقل على هذا النوعين من سيارة البركبات وبالتالي لا بد أن تكون السوق مفتوحة ونستخدم والمواطن كل عامين ثلاثة يبدل سيارته كما في العالم يعني هذه ضنق سياسة للمتابعة شاء الله في الله نعم إن شاء الله طيب سيدة أقون نتكلم عن العلامات الجديدة التي ستدخل أو فيه منها من دخل إلى السوق الجزائري لو نتكلم عن الاعتمادات أو عدد الاعتمادات الممنوحة وكذلك نتكلم عن عدد الطالبات أيضا عدد الطالبات أولا الإشارة أن المنصومين تنفيذين ما كان وجود تحم في نوفمبر 2022 يعني لنا تقريب عام يعني 17 نوفمبر خرجوا في الجريدة الرسمية ومباشرة بدأت وزارة أنها تبدأ في التطبيق الميداني لما جاء في المرسومين بما فيهم ضمق التصنيع والمرسوم متعلق بالاستيراد في خلال 10 شهر يعني باسكو كانت 10 شهرين كانت متعلقة بالتنظيمات يعني إنشاء اللجان والأمورات الإدارية الأخرى في خلال 10 شهر نقدر نقول لك تم اعتماد 38 حد الآن 38 مركة أو علامة بمختلف المركة بمختلف التيبولوجي يعني السيارات النفعية ووضع الحافلات وكل شيء بما فيهم 12 علامة يعني 12 أقريم وإعتماد متعلق بالسيارات النفعية يعني حوالي تقريب 31 أو 32% إذا ما قلنا قلنا الثلاث دونك تشوفي لاناليز دي شفر وماركي كأبو دي موه نوزع نوزع أقري 38 دونك قراتي كما 3,8 أقريم موه دوت مبليس لامويان دوت مبليس 1,2 أقريم أقريم يعني شاك عشر أيام تخرج للأقريم بالمعنى أن سياسة الدولة عن طريق القطاع أنها تصير أمور وتحاول تطبق ما جاء في قانون الاستثمار دونك هذي من ناحية هناك 112 طالب تم تقديم للإشارة أن هناك مرحلتين لكي تحصل الوكيل على الاعتماد النهائي لابد من يجوز على مرحلتين مرحلة الأولى هي الحصول على الرخصة المسبقة نعم هنا من 112 تحصل على 69 رخصة مسبقة أو 70 زاد البارح أو البارح زاد نوحدة لذلك 69 حتى 70 سيد وزير البارح لذلك نقول 70 70 أغرى أغرى بك علام نعم لذلك من 70 112 حوالي 84% إذا لا أخذ الحساب منها من 74 من هذا اعتمدة 38 مركة يعني أكثر من نصف نعم 60 54 أو 52 % هذا كل دولة الاعتباد من بينهم طلاش العالماء من ناحية السيارات النفعية وسيارات سياحية ثم تأتي في المرتبة الثانية الدراجة النارية ثم تأتي في المرتبة الثالثة الكاميون ثم الحافلات ومعد في الأخير توصل إلى زنجان رولو دونك كذلك تشوف في هذه الأرقام من ناحية الأرقام من ناحية السيارات النفعية كما قلت الإشارة كذلك أن الوكيل لا يستطيع يستورد إذا تحصل على وثيقة ثانية تسمى وثيقة أو شهادة احترام شروط دفتر الأعبع النفعية قبل وشوف إن شاء الله غدا كما ذكرت غدا ستكون إنتلاقات أوبال وفي أقرب الأجال جيلي وغيرها من مارك الأخرين يدخلوا كي يدخلوا قبل 23 وعشرين هنا العدد الإجمالي المنتظر إن شاء الله هو 180 سيارة قبل نهاية السنة وإذا كان أمور تقنية توفرت لكي المستوردين يستوردون طيب سيد عقون قبل وصلت الحديث نتبع هذا التصريح لسيد وزير الصناعة والإنتاج الصناعي السيد علي عون حول مصنع شيري في برج بوري ريج وأيضا تصريح أيمن شرية ممثل الشركة هما محدوا المصنع لكي ينجيوه إن شاء الله في برج بوري ريج في المنطقة الصناعية بالشراكة مع هذا الشريك الصيني اللي هو معروف ولازم تعرفوا بالليشيري في الصوق الصيني راهوا في المرتبة الثالثة يعني موشي سهل يعني هما إن شاء الله رايح نترقوا من هنا أخر سنة يبدأ في إنجاز المصنع هذا وعدونا إن شاء الله باش يكون في آخر 2024 بداية 2025 نستطيع يكون مسلا استراتيجية الشركة في خلق صناعة حقيقية في الجزائر أولا هي بدأت من أول لما وقعنا العقد مع الصينيين كانت استراتيجية واضحة إنه كمرحلة أولى إنه نعمل الاستيراد الممنهج اللي نجيبه إنه لازم تكون كاينة دي مودال دي سيني للسوق الجزائري بأسعار منافسة وفي نفس الوقت في مرحلة معينة لأن السوق الجزائري أو الدولة الجزائرية الآن منهجها كان عاد واضح إنه رايحة لتصنيع وأنعود إليكم مشاهدين رفقة ضيفي السيدة عقون من المدير المركزي من وزارة الصيناء والإنتاج الصيدلانية كما شفنا حول مصنع شيري الإعلان عند الإطلاق الرسمي لعملية تسويق عملية أو علامة شيري الصينية أيضا رفقها أيضا الإعلان عن تصنيع هذه العلامة هنا بالجزائر بولاية بوري ريج سيدة أو سيد عقون لو نتكلم أيضا عن هذا المصنع نتكلم عن هذه السيارات على أسعارها أيضا الذي الممكن المواطن الجزائري يقول أنها في متناول الجميع مقارنة مع أسعار فيات حقيقة كما قلنا الهدف استراتيجي وتسنع دونكشيري ليو مرة دخل رسميا وجاب استورد السيار هنا يعطينا أولا نوع السيارة نوع المركبة التي سيقدمها وبالتالي في التصنيع أكيد ستكون مختلفة على الشي الذي أولا يبقى قضية السعر السعر أولا نأكد أكد لكم بالسياد الوزير شخصيا يسهر على أن السعر لا بد أن يكون في متناول المواطن نعم وتكلم عن هذه النقطة وشفتوا الدليل بالنسبة الشيري وفي كل لقاء يدروا فقط أمس لما تقدم نجيلي وأكدوا على كلام فيات كذلك وهو تكلم أيضا شخصيا عن فيات وقال أنها يجب أن تعيد النظر في أسعارها قدمنا الأسعار وسيد وزير تناقش معاه وقال له بالله هذه الأسعار لازم أنها تنخفض نقول فيات معنا نقول أوبلا ممشوز في تصنيع فيات تصنيع لازمها تكون ثانية أولا جودة من هذا تقنية أخر منها ولكن السعر يجب أن يكون في متناول المواطن الجزائري بمختلف الطبقات السعر مهم جدا مع العلم أن السعر يكون معتمد على معايير نعرف عالمين واقتصادين هي المعايير أنه هيكلة التكاليف والسوق لأنه سيد وزير يقول له كي تعود أنت عندك سعر في متناول الناس ستكون الناس تشري وتكون لنا الهدف الناس هذول يجينا المتعاملين ليس فقط لعملية تجارية ويروح لا يجب يعبدو على أساس أنه حين يبقوا موجودين دائما والدوام هذا كيف يكون ليس فقط يعني أنا بوفير قال مثلا نعطيك اليوم أنا بخي طالع ومن أنت بخلاص يمنع عاش السوق يرفض السوق لا يقبل مرة خلاف لكن يكون موجود تمد جودة مليحة وتمد قارنتي وتمد السعر في متنون الناس الناس رحين يبقوا دائما يطلبوا السيارة ويطلبوا المركبة على هذا الأساس يكون هناك تفكير استراتيجي هذه من ناحية الأسعار مهمة جدا من ناحية التصنيع كما قال شيري طبعا الهدف أنه يوصل إلى صناعة وتقديم عدد كبير من الكميات باش تكون هناك السوق وبأسعار لابد تكون في متنون الناس رح نقول كده قارنها في أوروبا ولا في أسيا لازم تكون أقل نسبيا أقل مع العلم أن المصنعين والمستوردين يقولوا باللي يمت العوام الأسعار مرتفعة على مستوى الأوروبي باعتبار كين هناك آثار جانبية لمخلفة كورونا والأسعار التي تفعت حول المواد الأولية والطرنسبور كما قال متعامل عشرة في المياه قال تكلفني فقط النقلة من المكان يجيبوا قيمة عشرة في المياه من سعر السيارة هذا أكيد موجود ولكن هذا لا يعني أننا لابد أننا نمشي في التكاليف ونزيد ونمارش ونخلي المواطن ما يمشيش وما يتحصلش على سيارة التي تليق به وبالتالي لابد من الدراسة هيكلة التكاليف والعمل على الديمومة وبالتالي تخفيض الأمارش يعني هامش الربح لأنه يحب يربح بالزاف كما يقول يحب يربح العام طويل لنه يحب يعيش ويحب يربح يخدم على المادة المتوسط والطويل ورح يربح عدة أمور يربح الأموال ويربح المكان ويربح كل شيء وكما قلت يقبل الذهاب بعد إلى التصدير وهذا مهم جدا نعم بالنسبة للعالمات الأخرى تكلمنا عن الشيرين تكلموا أيضا عن المتوسط الأخرى في غدا سيتم أيضا إطلاق رسمي لسيارة أوبل في أيضا جيلي جيلي في أكرب الآجال جديد هذه العلامات وأيضا هناك سؤال أنه هل سنرى سيارة فياتا الجزائرية حقا نهاية سنة 2013 لأنه من بين أحد المطارب التي طالب بها شعب الجزائري اليوم والواطن الجزائري هو رؤية هذا المنتوج في سوق الجزائري على أقل وعق لحد الآن بطريقة بسفة رسمية نعم نأكد لك باللي لحساب الاتفاق الآن في شهر ديسمبر يعني ديسمبر وآخر شهر تاع 23 ونأكد لك لأنه استقبل السيد وزير وكنت حاضر معاه في الاستقبال تاع فيات نعم وكان وكان أعلن ممثل فيات على أن نسبة الأشغال للتحضير في الوقت ذاك ديسم وليفات وثلث يام ربعة من قبل 95% نعم وليبقى 5% يعني أمورات جانبية وليس متعلقة بالجانب التقني يعني المتعلق بالسيارات وإن شاء الله راح يعلن على انطلاق الإنتاج رسمي في خلال شهر ديسمبر إن شاء الله اليوم لا نقدر نقول لك لأنه ممكن نهار زوجة لحسب الأجند لحسب الأمر لكن نأكد لك بسفر رسمية لحد الآن في شهر ديسمبر إن شاء الله يعني بالنسبة لأوبيل وجيلي إن شاء الله الإنتلاق سوف يكون إن شاء الله رسميا حسب إن شاء الله سوف يكون يعني سيتم فقط طرح سيارات يعني لا يوجد سياسة تصنيع شو فيه بوكل اللي استقبلهم سيد وزير كنت حاضر معها بوكل داروا رغبة قدموا رغبة بما فيهم يجي للبارحة نعم لأنهم لابد رحين تصنيع نعم لأن سيد وزير ثاني في بعض تصريحات قال بلي كين الناس اللي من مدينا لهم لزوتو وغيزاشون مدينا لهم الزاق غيمة والداول لزوتو وغيزاشون من عند التجارة لكن في آخر المطاف لا يدخلوش نعم يعني وممكن لا يدخلوش في آخر السنة بعض يعني ما ممكن ثلاثة أو ربعة لا يوجدون في الضبط الرقم ولكن كين الناس اللي يعني يشتو في بعض المتعاملين أنهم يحاوسوا يجري ولكن في بعض بلك عندهم أمرات دور وفتاحهم ولكن ما لهم أننا يكونوا في الموعد مع المواطن بالشي اللي قلناه من قبل في التصريحات سيد وزير أو تصريحات شخصية على مستوى القنوات أنه النبل في آخر السنة يجب يدخلو أكبر عدد من المركات ويدخلو بكميات لتقدر تعاون المواطن وأنا أعتقد حتى ولمشات الآن بداية 24 مش رح تكون حاجات كبيرة إن شاء الله نعم المركات خلين طيب سيد أقول عدد سيارات متوقع إنتاجها قبل نهاية سنة 2023 لو تفصل هنا تكلمتم العدد الإنتاج نعم قلت أنها 180 ألف سيارة لكن لو تفصل أكثر في هذه أنا أعتقد هذا السؤال أنا أفضل أن أتركه لنهار يوم لإفتتاح رسمي والإنتلاق لإنتاج لأن دانيال ما آخر مرة رح زملائي في الوزارة مع مجموعة تقنيين همجموعة في وارن وممكن يمد الأرقام كالأدد الكميات التي يجب أن تخرج نظن حتى شاهدوا حتى كده في الساعة يعني ما هو لطو لتعرف الأشياء لتعرف أنا أظن أفضل أن يكون هذا الجواب إن شاء الله تكونوا تشاهدوا سور بلاس في البخيزان التعالي للانسمن سيكون أكبر يكون بلو خيديب للافورماشون تكون بلو طيب سيد عقون دائما نواصل النقاش وبرنامج الساعة الاقتصادية نتابع هذا التقرير لزمينة إكرام حموقة حول ثلاثية لمنع المستثمرين والسماسرة بتسويق جديد العلامات ثلاثية السعر والوفرة والتنفسية هي مرتكزات الحكومة لطيم لف ارتفاع أسعار المركبات في الجزائر بما فيها تلك المصنعة والمستوردة في السنة نفسها والتي كانت تفقد في قاعات العرض وتتوفر عند الصماصر بأعداد تتجاوز الخمسين والمئة وبهوامش ربح خيالية لا تستفيد منها لا الخزينة العمومية ولا المستهلك بل الوسطى والمضاربون الإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة في أسعار السيارات الجديدة تبقى غير كافية بحسب بعض المدافعين عن المستهلك بسبب ثلاثية أخرى تتكون من الحاجة والندرة وانتحال الفرص والتحايل على مواد تنظيمية تمنع بيع أكثر من عدد معين للمشتري بالنسبة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة المضاربة في مجال بيع السيارات الجديدة هي على كل حال مهمة لكنها غير كافية لأن الحاجة والنذرة وانتحال الفرص تدفع بعض الناس المرتابين والغير شرفاء إلى التحايل والصمصرة وغير ذلك من التجارة الطفيلية لذلك لا بد من فتح باب المنافسة على مصراعيه ووجود عدة علامات للوكلاء وتوفر السيارات بكميات كافية ترسانة قانونية تضمن حماية المستهلك من كل أنواع المضاربة والاحتكار وفتح الباب أمام التنفسية في استراض المركبات ثم تصنعها محليا ما يبعث التفاؤل لدى المواطن الجزائري حول سعر المركبات مستقبلا بعد سنوات من الغلق والوسطاء والصماصرة ونعود وعيكم مشاهدين الكرام ودائما وظيفنا السيد مقداد عقون حول ما تبعناه في هذا التقرير نعود إلى أسعار السيارات المستوردة صحيح أن هدف اليوم هو تصنيع مركبات جزائرية مئة بالمئة لكن في انتظار هذا كيف يمكن لقطاعكم تنظيم سوق سيارات في ظل الأسعار وأيضا التلاعب في أسعار السيارات بصراحة هذه معضلة نعم مشكلة وبكل قوة قطاع قاعدين نخدموه باش نحاولو نحلل هذه المعضلة أول حاجة لندارت هي أننا على مستوى كايتشارش يعني دفتر الأعباع أننا حتمنا على المتعامل أنه يبيع سيارة فقط واحدة للمزبون في خلال خمس سنوات هذا المتعامل نعم تشارج محطوطة هذا لا يكفي كيشفنا لا يكفي وكما قال السيد وزير أنه في كل في كل ظاهرة في كل حاجات تلقى هناك بعض التفايليين بعض الناس يحاولوا يستغلوا الفرص في إطار الضغط الموجود لأن المواطن المدابيه يتحصل في أقرب وقت على السيارة أنا نحب أن أدري سيارة وأنني تحاول أن أدري سيارة وهذاك وذاك لذلك دلنا كتلة نحن 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 نجيب السيارات وننظم الآليات وننظم اللي كانوا استدروا القانوات يعني التسويق تاحا نعم كينا هناك هذي كتلة الهر الأول بعد الثاني كنا كنا قدرنا لجنة كان موجودة لجنة تضم كل القطاعات المعنية أي الداخلية بالدرجة الأولى المالية عن طريق الأدوان الضرائب والطاقة والمناجم عن طريق اليمين التجارة هذي كل لجنة قاعدة تحاول تدرس كيف نتابع عملية تسويق ما بعدة البيان نعم لنصح المضاربين أو في السماسيرة يجيب يقول لك واحد نقوله عقون يشري سيارة وقت لكن يجي عقون فلان وبنو واخو كذا ويجيب زميله ويجيب صديقه ويجيب جاره حتى يجيب جاره هذا لم يحب يشري هذه دورف ما نقدره لكن رنابي صدد أننا نحاول 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 طريقة التسويق وكذلك نحاول نحاول حسب الكايد شارج المتاع عمل وانا عن طريق الرقم نحاول 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 ونحاول نتبع المتعامل لمن يبيع يمكن من السليل وين يمكن من من السيارة الهاتف لا لذلك عن طريق الكارد كارد جون في الأول عن طريق اليمين عن طريق الأدوان حيث بحالة ما يبيعها أو حيث لا يمكن أي كنسيسيونير يدخل الاساسم أنه كل القطاعات المعنية تحاول كل واحد يساهم لكي يصحر بالقوسين على هذه السماسيرات لكي يجعلوا الأقل المرحلة يتعدي لأنه سمسارة يقدرون يشري ويبيع روحه كأكت كوميرسيال لكن المداربة لا استغلال هذا الوضع لا لا لأن الدولة تصهر على أنها تتفادى وتحاول لا تجعل هذه السماسيرات يستغلوا هذا الوضع وبربا إن شاء الله لهم بالميرساد طيب سيدة عقون ممكن هذه النقطة تخذنا إلى الحديث أيضا على الشروط التي وضعتموها والإطار القانون الذي وضعتموه لمنح الاعتمادات للمتعامل الاقتصادي في مجال الصناعة الميكانيكية لأنه هذه النقطة مربوطة بهذا أيضا قبل في الاعتماد لا نحكي بالنسبة للوكالاء لأنه لما تقول أنه نحط شرط أنه سيارة واحدة لأنه كل واحد يشتري لأنه هنا حتى الوكيل يعني يكون هو أيضا بالمفروض يكون معني بهذا الشيء معني معني ورهو سينيا نونجاجموه إلى سينيا نونجاجموه يعني التزام بأنه يحترم الشروط ولكن ما يحترمهم في القانون يخول الجهات التي أعطاته الاعتماد أن يحينوا الاعتماد هذه أكيد نعم منطلاقا مثلا الكونترول الأول مثلا أنه ملزم أنه لازم يكون موجود في 28 ولاية على الأقل نعم خلال نهاية السنة سنة الاعتماد يعني إذا كانت تحصل الاعتماد مثلا في نوفمبر لازم فينا خلال 12 شهر لنوفمبر نجاي لازم يكون موجود في على الأقل في 28 ولاية هذه من جهة من جهة تالي خلاف أننا نحاسبه على أنه فقط باع الشخص واحد وليس اثنين يعني نفس الأقل ثالث أننا سوف نشوفوا الكنترول لكان احترم الشروط فيما يخص التوزيع هنا رح تقولين بعد يتطرحي السؤال كان بعض المتعاملين الآن ما قدرواش يوفروا لكوماند يعني في الأجال 45 يوم في حالة ما تكون تكون بارفاسيلي أفا ديبو أم لا في عشر أيام أو في الأساس يعني على المجال كي واحد يسلك يخلص كاش أنه لازم يدي المركبة تعود كان واحد يدفع ثاني فقط ديسبورزو التوقيت ليس نعم بشيد دي المركبة تعود وبالتالي ستكون دي بريغاد ميكست انترسيكتوريال يابتو كونتروليو ما مدى تطبيق الالتزامات تعلم الوكيد لمدلجات واللي نعنيها في ضفط الشروط نعم ونأخذوا الإجراءات اللازمة في وقتها نحظ أنه الوزارة تقوم بأمر يعني بعملية رقابة صارمة في هذا المجال حتى تقضي على كل هؤلاء السماسرة في الختام سيد عقون نتكلم على نقطة هي التمركز الجغرافي للدول التي تقوم اليوم الجزائر بتعامل معها في هذا المجال وأيضا بالنسبة للولايات التي يمكنها أن تحتضن هكذا مصانع في الجزائر بالنسبة تمركز الجغرافي المركات أكد لك رسمين في بخص الاعتمادات التي تقدمت نركز على الاعتماد فقط الاعتمادات التي تقدمت كان قارتين مسيطرة على الاعتماد وهي قارة أسيا وأوروبا قارة أسيا دات القصد الكبير من تمركز وهما الأكبر العلامات بالتحديد 79% من العلامات التي دات الاعتماد هي جاية من قارة أسيا ومنها 85% من هذا 79% من الصين يعني بالتحديد يعني علامات صينية تاليها 21% هي من أوروبا وكان أوروبا عدة دول كان في كأوروبا يعني كمجموعة أوروبا اتحاد أوروبا يعني نعم جروب دونت خبخيز وكان دول يعني كأيطاليا كألمانيا كفرنسا كدول الأخرى يعني الموجودة لدات الاعتمادات يعني هذه من ناحية الاعتماد للمركات من ناحية الولايات حقيقة موجودين في أغلب التراب الوطني لكن متمركز تقريبا نصف أو أم بلس 50% يعني يعني 52% دات من الولايات الدالجية هنا نعم هذا التمركز نعم لكن الوكيل كما قلنا عنده هو الزجان على مستوى الولايات نعم كما شيري إلى نصف بوكترم إلى 28% بوكترم لأن القانون يقول في خلال نهاية السنة بعد 12 شهر على الاعتماد لازم تحسبنا بـ 28% على الأقل لكن تقدر تبدأ بـ 10 12% كان العالم بدأ تبدأ 12% على الأقل وكان عالم أخرى بـ 30% كان في 18% وهكذا موجودين في المستوى الويد كامل لكن التمركز المؤسسة يعني 22% قلت لك من الاعتماد كانت على مستوى جزايا العاصمة 11% على مستوى ستيف يعني قطب قطب صناعي طبعا 8% على مستوى أم البواقي والباقي 4% تتميع على مستوى البرج موجودين في الشلف موجودين في التمسان موجودين في البوليدة موجودين في عدة أماكن ولا أيام في الولايات الموجودة يعني نقدر نقول لك موجودين بارترو هنا نظر التمركز الوكيل الماغ يعني الوكيل رسمي لكن موجود على مستوى وهنا نحرصه فلابيري في كاسو اللولة اللولة وموجود مطالبة تجدية 28 في اللول يعني حتى 12 سنوات لكن نحن نأكدوله بالليل يجب تكون موجود في البداية في الأربع جهات على الوطن لكن مثلا أربع وكالة بديت بربع وكالة لازم نلقاو كل وكيل شمال شرق غرب شرق 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 الجنوب أربع مناطق ومشي على راحكم وكمل وسع في الوريزو تاعة كل بليونرمال موجود طيب وبالنسبة للمصانع هل هناك شروط يعني تشتارتوا عليهم شروط حتى يكون مثلا المصنع في المنطقة الصناعية مثلا ألف أو مثلا فيات وهران نشوفوا يوم شيري ببرج بوريريج على أي أساس الشرق الأساسي اللي بده مده قانون استثمار نعم شوفوا إنسان يكون عنده روح التنافسية وعنده روح يدير الربح بالربح بالمعنى العام على باك باللي في القانون استثمار إذا كل ما هبط الجنوب أو هداب العليا ثم ما هبط عندك امتيازات أكثر تصبح تصبح تلمية بالمئة في الجنوب من حيث سورتو لإمبوط الماتيار بخميار بخميار ومعنى ومعنى بخميار هذا كل إذا كنت إنسان يجب أن استثمار يكون لديه دراسة تقنية المستثمار ومعنى في الشمال ولم نحصل على مفتاح لذلك نهبط الهداب ونحصل على 50% نهبط الجنوب ونحصل على مفتاح هذا يجب أن نحصل إلى التنافسية ونحصل إلى التنافسية ونحصل إلى التنافسية ونحصل إلى مفتاح المستثمار وإذا كان المستثمر يحب يقعد في الشمال لا يتحصل على التنافسية ومعنى قانون الاستثمار يؤكد على الجانب الجوارفي ويؤكد على الاستثمارات ومعنى الاستثمار في استثمار مهيكلة 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 كبار مهيكلة 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 بالنسبة لنا نقطة أخرى في التصنيع المناولة نعم مهمة جدا المناولة ترتكز على السيليكو سيستام لأن المؤسسة هنا يجب أن بيئة تمشي معها هي الأقل المناولين لأنك يتعود لديك صناعة كبيرة ومعندك لديك يجب مهيكلة مهيكلة نعم لكابل والكابل والكابل والدفخين ومهيكلة مهيكلة مهيكلة نرى أن نعطي مثال في التصنيع نحن نطلبه في القانون سيد الوزير قال لحد الأرقام المصنع مطالب أنه خلال نهاية السنة الثانية من الاستغلال يوصل إلى 10% على الأقل نسبة إدماج ثم في السنة الثانية 30% في السنة الثانية عشرة في سنة الثانية 30% في سنة الثانية في سنة الثانية 30% ما في الأقل إذا كان نفرضه جدلا أن نسب السيارة قطاع السيارة يعني السيارة مركبة من 100 قطعة ما يمكنك عندك صعينيتي في السيارة 30% منها يجب أن تكون منتجة محلية بمعنى إذا كان عندك 30 مناول كل واحد يدير هذه القطعة وكل واحد يخدم عشرة يديري الحساب 300% وزيدي 30% وزيدي خلق المناصب المباشرة وغير المباشرة نرى النسيش كيف هي العنكبوت نسيش العنكبوت كيف ينتشر من ناحية الإيجابية من ناحية المناولة ثانيا المناولة تتعاونك كلما تكون عندك نسبة إدماج مرتفعة كلما تكون منافسة للغير وبالتالي يكون مليح ومقبول على مستوى السوق المحلية وتنتقل مباشرة إلى التصدير شبتي القيمة المناولة وشكولي هذه المناولة هذه؟ من هم؟ هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نعم بحكم أنني كنت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الصناعة لحد الآن تتعب علينا على بيش معنا قيمة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في هذا النوع من نعم وحتى مخطط الحكومة يركز على هذه المؤسسات في البرنامج في البرنامج السيد الرئيس الجمهورية نعم لذلك المؤسسات الصغيرة المتوسطة وسبب يمشون تقديم التكنيجات لا يتحدث من أن تحصل اخرى على مستوى التصنيع شكراً لكم سيد مقداد عقون على كل هذه التوضيحات وكذلك التفاصيل نتمنى أنه يكون المشاهد استفاد من هكذا نقاط لأنه موضوع أو ملف السيارات مهم جداً جداً في الجزائر في الختام سيد عقون ممكن عندكم إضافات ما ترقناش لها خلال البرنامج تفضله شكراً في الختام دائماً أحاول أن أقدم نداء إلى الناس أو المتعاملين لدخلوا في مجال الاستيراد نعم حطوا في بالكم يا ناس يا زملاء يا متعاملين يا شركاء يا جزائرين من فضلكم حطوا في بالكم استراتيجية الدولة استراتيجية الدولة هي الهدف الذهاب إلى التصنيع هذه العملية ما هي إلا عملية مؤقتة نعم من أجل العمل على تخفيض الضغط ومرحلة انتقالية تحت تصرف المواطن هذا النوع من المركبات وخصوص السيارات لكن هدف تعنا ليس كزبون أو بالمعنى التجاري ولكن كمتعامل اقتصادي المتعامل اقتصادي يحط في باله كل العوامل لتأدي بالتنمية الاقتصادية في البلد تعه هو شريك بالدرجة الأولى ليس مجرد زبون أو مجرد يقوم بعملية تجارية من أجل حصول على بعض الأموال والأغذاء حتى ولو كان عنده شاركة مع الأجانب لأنه في النهاية حتى الأجانب يكونوا شركاء معنا في النهاية وهما شركاء في مؤسسة اقتصادية دودغوال جغية يعني موجودة في الجزائر توظف جزائريين عمال خارجي الجامعات خارجي المعاهد لهدف تحم ويخدموا بلادهم وبالتالي النداء تاعي حاولوا كيف يتمشيوا مع السياسة تاعة الدولة وهي الذهاب إلى التصنيع من أجل التنمية الاقتصادية وإن شاء الله الدولة ترافقكم بكل ما في وسعها من امتيازات جبائية مالية اقتصادية اجتماعية وغيرها وإن شاء الله يكونوا معنا في التنمية إن شاء الله نعم وكيد حتى الدولة قامت بكل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لأنهوض بالاقتصاد الوطني مشاهدين بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد الخاص من ساعة الاقتصادية لملف السيارات في الجزائر أجدد شكري لكم سيد مقداد عقون المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج السيداني ورئيس الأمانة العامة التقنية لمتابعة المركبات مشاهدين صهراء ممتعة رفقة باقي برامج قناة الاقتصادية الأولى إلى اللقاء